وافق مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي على مشروع قانون مهم جداً لأنه خاص به أحكام قانون العقوبات اللي بيطبق عقوبة رادعة قوية لأي شخص ممكن أنه يقدم على ختان الإنث التعديد ده بينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين لكل من أجرى ختاناً لأنثى معينا دلوقتي الدكتور إزيس محمود عضو المجلس القومي للمرأة ومدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة عبر الصوت والصورة أهلاً بحضرتك يا دكتور أهلاً وسهلاً دكتور إيه تأثير الغاء يعني جملة جات في هذا القانون بتقول إلا في حالة الضرورة في التصدي لجرائم ختان الإناث بداية أنا عايزة أقول لحضرتك أنه التعديل الأخير هو بيوحيد بكل الملابسات اللي خاصة بجريمة الختان مش بس القصة الخاصة بدون مبرر طبي ودي كانت حاجة فعلاً كانت بتضيق أنه وإحنا على الأرض وإحنا بنتكلم على الختان نعرف أنه كثير من البنات بيتم ختانهم على إيد طبيب الأم بتاخد بنتها وتروح تخطنها على إيد طبيب وبتعتبر أنه هي كده عملت اللي عليها يعني أنها حمد بنتها من أنها تتخطن على إيد أي حد الحقيقة التعديل الأخير يعني شمل عدة مجالات المجال الأول أنه بداية هو عرف عملية الختان عرفها تعريفاً بيتوافق مع التعريف الدولي لعملية الختان دولياً بيسمى تشوية الأعضاء التنسلية في مصر اتكلم التعديل على أنه كل من يجري عملية الختان سواء بيعاقب بخمس سنوات سجن ولكن أيضاً طبيعة العملية إيه مش بس قاطع زي ما كان الإزالة زي ما كان التعديل القانون الأديم بيتكلم ولكن بيتكلم على أنه يعني عملية الختان سواء كانت فيها بيسوي أو بيعدل أو بيشوه أو حتى يصيب الأعضاء التنسلية بالصورة دي العملية نفسها من النحلة الناحية البيولوجية أحيطت بكل الملابسات بتاعت العملية التعديلات الجديدة دي ممكن تعاقب الوالدين لأن دي مشكلة برضو مهمة قوي يعني أنه ممكن في بعض الأماكن الوالدين بيقدموا على ده على أنهم يعني الأب والأم فبرحتهم يعني بالزبت بالزبت خليني أمشي معاكي مع كل التعديل الحقيقة فيه أربع فقرات في غاية الأهمية نقطة فارقة في مكافحة والقضاء على جريمة الختان بداية نتكلمنا على كل من يجري عملية الختان سواء الأب أو العم أو خي أو غيره سواء بيجري هذه العملية أو داية مثلا بيجري العملية بيشوي أو بيعدل أو بيسوي أو بيصيب في حالة إذا كان العملية نتج عنها عاهة مستديمة فبترتفع العقوبة إلى سبع سنوات ثم لو حدث حالة وفاء فالعقوبة بتبقى عشر سنوات ولكن خاص في الفقرة التانية من التعديل الأطباء والأطقم التمريد أو الموازين اللي بيقوموا بعملية التمريد ودي ما كانتش موجودة في القانون الأديم وبالتالي لما التعديل جه فأيضاً أحيد كل هؤلاء بيجاء بنص عقابي مشدد سجن مشدد للطبيب اللي بيقوم بعملية الختان لو تم أو حد بيمارس التمريد ولو تم عن جريمة الختان عاها مستديمة فإحنا بنتكلم على عشر سنوات لو تم الوفاة بنتكلم على عقوبة من خمستاشر لعشرين سنة في النهاية إحنا كانت نتكلم عن عقوبات حاسمة أنا بعتذر جداً لحضرتك ولكن يعني أنا أخذت فكرة من خضرتك حديداً لأنه مش بس عملية عن العقوبة وعلى أهمية أنه بقى عندنا دلوقتي عقوبة ممكن نتحدث بها ونحسن بها جدل ختان الاناث اقتنعوا بقى ما اقتنعوش بعد كل حملات التوعية دي في النهاية في انتظاره عقوبة كل من يقدم على ختان أنثى شكراً جزيلاً لحضرتك دكتور إزيس محمود عضو المجلس القومي للمرأة مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة